السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله اللهم أكرم قلوبنا وعقولنا بأنوار العلم وسهل أخلاقنا بالسكينة والحلم وإن ضعفت قلوبنا في السير إليك فحملنا إليك حمل الكرام عليك كل اللي احنا بنعمله من طاعات أو علم أو دروس أو عبادات أو إنفاق الغرض منه هو معية الله إن أنا أكون عبد لربنا شاعر بمعية ربنا في كل شيء اللي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وصانا به في أعلى مراتب القرب من الله لما تسأل عن الإسلام فأجاب بأركان الإسلام الخمسة وتسأل عن الإيمان فأجاب بأركان الإيمان الستة وكان سيدنا جبريب يتدرج معه ما الإسلام ما الإيمان ثم سأل عن أعلى ما يستطيع أن يصل الإنسان ليه في علاقته مع ربنا هو اسمه الإحسان بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن هو ربنا قال كده فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالنبي قال له الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه أنت عايش في الدنيا شايف ربنا بقلبك في كل شيء كان سيدنا الدكتور يوسري يقول لنا كده أن تراه في كل شيء فلا تغيب عنه في شيء دي أعلى حاجة وإحنا سعب نتحرم من الموضوع ده بسبب فكر غلط عندنا مش لأن ربنا مش معايا ومش حاسس بيه هو معايا هو قال كده وهو معكم أينما كنتم بس هو معايا وأنا اللي مش حاسس بيه طب مش حاسس بيه بسبب ذنب لا مش حاسس بيه لأن أنا مش فاهم أنه هو معايا فاكر في اللقطة دي أن أنا مش معاه وبالتالي ساعات كتير قوي أنا اللي بغيب عن ربنا وهو أقرب إلي من حبل الوريد عارف ولي الله المثل الأعلى لما أقولك أنا معاك أنت زي ما شايفني أنا حواليك أنت زي مش حاسس بيه هحكي لكم قصة سيدنا النبي بيقول على نفسه قال أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية هو قال على نفسه كده وده الطبيعي سيدنا رسول الله في غزوة من الغزوات قال للجيش تقدمه وبيقول للسيدة عائشة الناس سبقت عايز أطلب منك طلب عناية يا سيدنا رسول الله إيه رأيك نتسابق نشوف مين لا يكسب تسابقينني يا عائشة حديث البخاري المشهور قالت فسابقته فسابقته وبعدين عد سنين بتقول هي حتى حملت اللحم يعني زي مليت شوي فكنا راجعين برضو من تجارة ولا من سفرية سفرية أيا كان حرب ولا إيه فقال للجيش تقدمه تسابقينني يا عائشة عايزين نعمل بوز كده وواحد ييجي زي الراجل اللي جي للنبي والنبي بيوزع الغنائم وقال له يا محمد اعدل فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله واحد بينظر على النبي عليه الصلاة والسلام واحد بيقول للنبي أسم عدل ده أنت كده لا تريد وجه الله شوف لما بني آدم يبقى فهمه خاطئ عن رسوله لدرجة أنه هو يعمل فيها ناصح للنبي فييجي واحد والنبي بيسابق السيدة عائشة يقول لها مش كنت تمشيت معاها حفلتها قرآن أو سمعت لها قرآن أو فكرتها بربنا أو نصحتها نصيحة تعليها في إيمانها عايز يقول للنبي مش كان في حاجة أقرب إلى الله تخليك في معية الله من أنك أنت تطلع تجري مع مراتك وتتحكل لأن النبي لما هي حملت اللحم سبقها فجعل يضحك ويقول هذه بتلك فكرة زمان لما سبعتين كده خلصنين واحد واحد زي ما احنا بنقول فييجي واحد ينظر يقول له إيه هو ده أقربكم لله وأشدكم له خشية الجواب نعم ليس هناك في هذا المنقف ما هو أقرب إلى الله من السباء ولو قلنا مش كان صلى معها ركعتين يعني قال للجيش تقدمه وصلوا ركعتين مع بعض كده يبقى أنا بنظر بتدعي أن نفاهم أكتر من النبي وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك أي كائن في الدنيا والأخرى أقرب إلى الله من سيدنا رسول الله وفي كل لحظة يعني في كل لحظة سيدنا رسول الله أفعاله هي الأقرب والأتقى والأنقى والأعلى في الميزان أما إني أقربكم إلى الله وأشدكم له خشية أو أتقاكم إلى الله وبالتالي اللي النبي عمله ده هو صاميم إرادة الآخرة ربنا قال لنا خليكم تريد الآخرة دايما وفي الآية في صورة الشورى من كان يريد حرث الدنيا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب هل لا استنى عشان أعرف أتكلم برحتي هل اللي بيسابق مراته وبيتحكوا مع بعض يريد حرث الدنيا أم الآخرة الجواب النبي جاوب إن في اللقطة دي والمشهد ده حرث الآخرة السباء والضحكة مع مراتي في اللقطة دي حرث يعني عايز يزيز المزارع كده يزرع ويجتهد فيجمع المحصول في الآخرة اسمه حرث الآخرة أعمل عمل ينجيني في الآخرة خليفوز في الآخرة ففي حرث الآخرة إن في اللقطة دي أنا قاعد على الكمبيوتر بشتغل وبكتب ريبورتش هنسلمه عشان ده اللي هيمشي عجلة انتاج شركتي مفيش أتقى إلى الله من ده دلوقتي ده مش وقت الصلاوات خمسة لأن لو وقت الصلاوات خمسة فوضة صالدي لكن في اللقطة دي وهو معكم وإنت عمل تكتب الريبورت ومشغول وتصلح وتزبط وتعمل الفونت مش عارفه عشان يبقى بروفاشنل عشان لما تبعته يبقى مفهوم كويس وبالطريقة الصح أنت كده بتصلي صلاتك مع الله هنا زاكر لي يا بابا بنتي ولا إيه بني زاكر لي يا بابا دراسات اجتماعية حشائش السفنة ومش عارف إيه والمعركة بتاعت علي مبارك من عيالي بقى في إعدادي وسنوي وأنا عمال ببزاكر وأنا عمال سبني بقى أصلي أصلي الفرد تخليش الفرد يضيع بس ابنك منوش غيرك ولا بنتك من اللي هيفهمه الكلام ده وهو بكرة عنده امتحان هو ده حرث الآخرة والله معك فين بقى المشكلة أني محجوب فاكر أن أنا بعمل حاجات تعبتوني وبعدتوني عن ربنا سيبوني أرى قرآني بقى شوية أنت كده في أعلى درجات العبادة لا تحجب نفسك عن الله لا تحجب نفسك عن الله بتصور أن ربنا مش هنا إذن الدنيا اللي ربنا قال ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب الدنيا مش ده مش الأكل والشرب والنوم واللبس والمذاكرة والشغل دي كل دي أخرة الدنيا حكتين معصية الله الصرف وفعل المباحات بنوايا خبيثة واحدة واحدة الدنيا اللي ربنا ذمها في القرآن واحدة بيشرب خمرة عايز يحصل على النشوة بما يغضب الله دي دنيا ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيبه وغلط هنا لو ما تبشي إلى الله يروح ميزان سيئاته تقيل لما سرق بني آدم عايز فلوس بطريقة تغضب الله معصية لما بص على جنس آخر نظرة شهوانية عايز أحقق نشوة بمعصية دي دنيا استغليت نعمة في معصية الله أو فعل المباحات بنوايا خبيثة انت عارف انا اشتريت الجزمة دي ولا العربية دي ولا البيت ده ليه عشان أكسر قلبه واحد قالوا نحسن منك فعملت حاجة مباحة حطيت فيها آلاف ولا ميات ولا ملايين نيتها مش حلوة مش نيتها أعيش في بيت أسطر في نفسي وأكرم في أهلي اشتري عربية تبقى سهلة بالنسبة لي الطريق وبقاعد مستراحة رأى فروح شغلي وعرف أزور أهلي كانت النية كسر قلب بني آدم صارت دنيا رغم أنها كانت ممكن كلها تبقى في سبيل الله إذن الدنيا المذمومة مش الأكل والشرب والنوم دي أخرى ليه أخرى لأن ربنا هو اللي قال يخش نام هو اللي كتب علي هذا مراد الله لما الليل ييجي وجعلنا الليلة لباسة جعل الليلة لتسكنوا فيه هو ربنا قال كده والنهارة مبصرة هو قال كده فأنا محتاج أسكن في الليل لأن ربنا هو اللي قال لي كده وخلقني فأنا داخل أنام أنا في تمام العبادة ييجي العلم يقول لك عشان تشعر بمعية الله حط يدك اليمين أنت هتخدك زي سيدنا النبي وحاول تنام على وضوء عشان يبات فيه شعارك الشعار الفنيلة دي ده اسمه الديثار ودي اسمه الشعار يبات هنا ملك كده النبي قال كده كلما تقلب العبده قال الملك اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرة وكان سيدنا عليه يقول إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي لأن مراد ربنا كده فدي مش دنيا من بس يوصيك العلماء بقى إصحى صلي الفجر وسط ما انتنا عشان ما تضيعش فرض ربنا واحد جاعة رح يأكل وانا رايح أكل الفلوس اللي بصرفها دي أخرا مش دنيا مانا بسد جوع هذا الجسد أنا بقولك الكلام ده ليه عشان تشعر بمعية الله فوانت بتاكل فعلا بالهنة والشفة ربنا فرحا لفرحتك إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده حبي شوفك لو تعرف تاكل لحمة كل لحمة مش قادر معاكش فلوس قادر تاكل فول كل فول أثر النعمة يبان عليك قادر أنت تاكل وتأكل اللي حواليك اكرم يحب يشوف أثر النعمة فكلو أنت عارف أن ربنا راضي لرضاك وفرحا لفرحتك أشعر بالمعية طب أنت لو شعرت بالمعية دي وشوفت أنك بتعمل عمل من أعمال الآخر إلا يحصل لن تغيب عن الله في شيء وستشعر وتتحقق بمعنى الآية وهو معكم أينما كنتم فتطلع من عزومة العشاء كأنك كنت في الصلاة كان فيه أنوار زي أنوار الصلاة أنوار يعني معاني زي ما أنت كنت بين يدي الله وفي معاني جات لك من ربنا وأنت معه في عبادة الصلاة أنت كنت مع ربنا في عبادة الأكل وعبادة النوم وعبادة الشغل وأنت مستشعر فهدي لك منه أنوار ومعاني فين المشكلة؟ أنا فاكر أن أنا مش مع ربنا في الشغل فعايز أروح بسرعة من الشغل عشان أصدر ركعتين لما تروح صدر ركعتين بس وأنت في الشغل أنت معاه وأنت بتاكل أنت معاه وأنت بتصلي أنت معاه وأنت عمل تهزر وتهشك العيال كده وتهزر معاهم أنت معاه سيدنا النبي لما كان يخش الحسن والحسين يقعدهم هما الاتنين على رجلهم كده ويقعد يلعب معاهم وكانت كما يقول سيدنا جابر ابن عبد الله دخل على النبي لأ الحسن والحسين رجبنا على ظهره فسيدنا جابر يقول نعم الجمل جملكما ونعم الحملان يا أنتما يجي واحد ينظر على النبي يقول ما تقعدهم وتحفظهم أيوة ما هو يا ما حفظهم ده وقت اللعب طب الوقت اللي النبي بيلعب فيه مع عياله أو مع أحفاده هل هناك فعل أتقى وأعبد وأقرب إلى الله جواب لا لأن ده النبي عليه الصلاة والسلام فالقضية في استشعارك دي مش دنيا ده آخر فلو المعنى ده ترسخ جواك أنت الوحدة هتكون في حضور مع الله وتتقلب دنيتك لخارج من الصلاة مع الله اللي بتاكل وانت مع الله وتشتغل وانت مع الله صدقني هتحس بشيء من السند وتحس بشيء كده من الجمع انت قلبك منجمع دائما عمرك ما تحس بوحشة يجي لك بلاء أنا أصلا قلبي مليان بربنا ربنا سندني في البلاء ده أقدر ولطف تيجي لك النعمة عندك شيء من الامتنان الـ gratitude امتنان لربنا كده ما انت معاه هزين نطلع من رمضان في تمام المعية دي وربنا ياخد بأيدينا ويصلح أحوالي سؤال لطيف جدا هل يمكن تصحيح نية الصدقة يعني ساعات الوحد يتصدق وهو ناوي رضا ربنا بعدين يتأثر بالثناء من الناس ثم يتدرك الأمر ويستغفر هل تقبل هو طبيعي ان الانسان لما الناس تثني عليه ما شاء الله ربنا يتقبل منك انت اللي بني الجامع ده ما شاء الله هو انت اللي موزع الشونط دي طبيعي ثناء الناس تركبتنا السايكولوجية بفرح لمحد يشكر فيه ده بيعملي شيء من الرضا عن النفس وبالذات لما يكون كمان عامل حاجة ترضي ربنا فالله راضي وكمان في عيون الناس حاجة جميلة وربنا سبحانه وتعالى قال ان ده ما بيضيعش الثواب لانك في مقصد الفعل مش عامله للناس انت بعد ما الموضوع حصل الناس اثنت عليك وقلتلكم من بارح الرجل جي للنبي قال له يا رسول الله عليه السلام الناس بتشكرني على الاعمال الصالحة اهو كده خلاص مليش الثواب عند ربنا قال له لا تلك عاجل بشرة المؤمن فلما الناس تشكر فيك قول الحمد لله بس هقولك الحاجة بقى شكرانيتهم على الحقيقة شكرانية في فضل الله عليك مش فيك انت اذا رأيت الناس يثنون عليك يشكروا فيك فاعلم انهم يثنون على ستر الله عليك فالحمد لمن سترك يعني الحقيقة شكر عارف انت مثلا انا واقف قدامك ومسترف منك القميز ده جاي واحد قال لي الله زي الامر انت زوءك حل وقوي ما انا عارف مين اللي كساني ما انت واقف قدامي وانا وانت عارفين فاقول له شكرا وجوه وقلبي شكرا لك انت كمان انت اللي اكرمتدي فحسك بدي ان شاء الله ما يخشش الرياء ابدا الله كنت بحب شاب والوضع كان تمام طلب مني احلف على القرآن اني ما سيبوش ابدا مهما كانت الظروف بعدين حصلت مشاكل كتيرة وتغيرنا احنا الاتنين وانا لسبته لانه ما بقتش قادرة استحمله هل لازم اجازف وارجع له عشان انا حلفت ان مش هسيبه علم ان مليش قدرة على كفارة اليمين الا بالصيام احنا كنا بنعمل حاجة غلط وعالجناها بحاجة غلط وهو اصلا مش انت مش ملزمة حضرتك ان حد يحلفك انك انت والله ما هسيبه لما انت ممكن تفكيرك يتغير وتسبيه احنا عندنا كذا حاجة في الموضوع الحاجة الاولانية اسمحوا لي يعني المتصاحبين من همش حقوق على بعض المخطوبين اليوم حقوق اللي متجوزين طبعا يوم حقوق لكن واحد مصاحب واحدة فكأنه فارض عليها بالولاء لي تم نفترض تفكيرها تغير او هو تفكيره تغير حسن هو مش شابه بعض مفيش شيء ميثاق محتاج ان هو نعتذل لبعض احنا اصلا بفرد من نبقاش من صاحبين بس فرد عملنا كده نعتذل لبعض احتراما لكيان ومشاعر بعض لكن مفيش حق معين انا ظلمتها فدي حاجة الحاجة التانية حلفان حضرتك يكفره اما صيام ثلاث يام او اطعام عشر مساكين ممكن كل مسكين عشر او خمستاشر جنيه من اوسطي ما تطعمون اهليكم حسب مستوى حضرتك المالي لكن لا تلزمي نفسك عشان حلفت والله ما اسيبه مش هنسيبه لغاية اخر عمرك نفترض ان احنا فما فيش اي الزام صومي ثلاث يام او كفري عشان حق الله في الحلفة لكن السيد الكريم اللي كنت حضرتك مصاحباه مالوش حقوق عندك في الحتة دي انا اسف كلمة شديدة شوية لأطولت عليكم كده النهاردة نكمل بكرة ان شاء الله وشوفكم في خاطرة الفجر اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الاقبال عليك اقدامنا وانصرنا على انفسنا اللهم ثبتنا على حبك حتى نلقاك وانت راضي عنا اللهم وسع علينا في ارزاق المباني وفي ارزاق المعاني اللهم وسع علينا فيما نتمنى واعطنا مما لم يخطر على بالنا مما تعلم انت ان فيه خير لنا اللهم وسع علينا فيما لم نتمنى مما تعلم انت ان فيه خير لنا فانت اعلم بنا منا وارحم بنا منا اللهم وهدنا لما تحب وترضى وثبتنا على حبك وخدمة عبادك حتى نلقاك ونلقى رسول الله عند الحوض وهو فرح بنا وصلي اللهم وسلم وبارك على رحم المساكين والحمد لله يا رب العمين شوفكم بكرا ان شاء الله السلام عليكم لابديني من علموان ولحوهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شكرا